جدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية جدد موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته وتعاونها مع كافة الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم دون استثناء نعم وجاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية بمكتبه بالدوان العام للوزارة اليوم مع الجنرال جون آلن مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين حيث تم استعراض الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ونوها معالي وزير الخارجية بالدور الذي تطلع به دول التحالف في مواجهة تنظيم داعش ومحاربة الإرهاب مؤكدا أن تلك الحرب هي حرب ضرورية لأمن وسلامة البشرية معربا عن ثقته في أن النجاح سيكون حليفا لقوى الخير التي تسعى بكل جهدها وقوتها إلى دفع شر الإرهاب والقضاء عليه مهما طال أمد تلك الحرب من جنبه أشد الجنرال جون آلن بدور مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ولسيما وأن المملكة تعد عضوا هاما في التحالف الدولي معربا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات البحرينية الأمريكية الوطيدة وما وصلت إليه العلاقات من تقدم ونماء كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك